أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين هذه الآيات أيها الإخوة تتعلق بقصة مشهورة جدة ذكرت في هذه السورة المباركة وسميت السورة باسم البقرة التي ذكرت فيها هذا سر تسمية السورة التي نحن بصدد تفسيرها لماذا سميت سورة البقرة لأنه ذكر فيها قصة هذه البقرة التي تسمى ببقرة بني إسرائيل وآيات سور القرآن تسمى تسمياتها توقيفية ولكنها تنسب إلى بعض مواطن مشهورة فيها كسورة النساء سورة آل عمران لأنه ذكرت فيها قصة آل عمران وهكذا سورة الأنعام سورة الأعراف وإن كانت هذه المواطن لا تمثل السورة كلها ولكنها معلم ظاهر في السورة فتنسب السورة إليه ومن هنا نسبت هذه السورة الكريمة سورة البقرة إلى هذه القصة إلى البقرة التي ذكرت في قصة بني إسرائيل هذه القصة أيها الإخوة تؤكد ما تقدم من حال هذه الأمة أمة بني إسرائيل من البغي والعدوان ومخالفة أمر الله وعدم الاستجابة لما يأتيهم به رسل الله والتشكيك فيما يوردونه فيما يلقون به إليهم وما يعلمونهم من وحي الله تبارك وتعالى فهذا ليس أمرا غريبا عليهم ولكن فيه عبرة لغيرهم من المؤمنين أن لا يسلكوا هذا المسلك لأن الله سبحانه وتعالى ساقه في هذا السياق الذي نأتي نبينه بإذن الله من باب التشنيع عليهم وبيان حالهم فينبغي أن يحذر المسلمون من أن يسلكوا هذا المسلك الذي سلكه بني إسرائيل عندما أمرهم نبي الله موسى عليه السلام أن يفعلوا هذا الأمر وهذا الأمر لم يكن عبثا وإنما لحكمة أرادها الله بيّنتها الآيات هذه تتعلق بقصة مذكورة في القرآن ووردت تفصيلها في بعض الروايات هي أن رجلا من بني إسرائيل كان له مال رجل فري لكن لم يكن له أولاد وكان له ابن أخ فاستعجل ابن الأخ هذا موته ليحصل على المال فقام بقتله غيله قتله وحمل جثته وألقى بها عند باب أناس آخرين لا علاقة لهم بالموضوع فقام أولياء قام هؤلاء ينفون الأمر يقول ما قتلناه وقام أولياء الدم أقارب المقتول يقولون أنتم الذين قتلتموه أنتم الذين قتلتموه لأنه وجد عند بابكم فتدارأوا يعني تدافعوا وهؤلاء يتهمون وهؤلاء ينفون التهمة عنهم وبقي الأمر معلقا وهذا كله في حياة موسى عليه السلام وهو نبيهم وبين ظهرانيهم فالله أوحى إليه أن يأمرهم بذبح بقرة ذبح بقرة وهذه البقرة سيكون فيها بيان الحق هذه البقرة بعد أن تذبح سيأتي معنا كيف أن ربنا تبارك وتعالى قدر أنه بجزء من أجزاء هذه البقرة يتبين الحق فأمرهم الله على لسان موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة شأن المؤمنين الصادقين المطيعين المستجيبون المستجيبين لأمر الله المؤمنون برسوله وبما يأتيهم به من عند الله أنهم يستجيبون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون لكن أن يكون هذا في هذه الأمة التي عصت ربها وخالفت أمره وقتلت أنبياءه وحرفت كتبه هذا لا يلتائم مع حالها لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا في هذه القصة وفيما بعدها وفيما سبقها حال هذه الأمة ولماذا كتب عليهم اللعم لماذا كتب الله سبحانه وتعالى عليهم اللعم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فأمرهم موسى عليه السلام بأمر الله أن يذبحوا بقرة اذبحوا بقرة ما سارعوا ولا قبلوا لو كانوا موقنين برسالة موسى وبما يجب له من الطاعة وأنه رسول الله الذي استنقذهم الله به من فرعون وقومه استنقذهم به من الذلة وأنعم عليهم بسببه بنعم كثيرة لا استجابوا ماذا قالوا قالوا أتتخذنا هزوة يعني بدلا من أن يسارعوا إلى تنفيذ ما أمرهم به قالوا أتتخذنا هزوة سبحان الله نبي من أنبياء الله من أولي العزم يوحى إليه وهؤلاء يقولون أتتخذنا هزوة يصفون هذه هذه الأوامر التي أمرهم بها أنها من باب الهزء والسقرية قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهل هل يمكن أن يكون رسول من رسل الله في هذا المقام أن يهزأ بالناس وأن يسخر بآيات الله لأنه ينسبه إلى الله ما قال إني آمركم موسى عليه السلام لاحظوا هذا إما يدلك على أن الأنبياء لا يأتون بشيء من عندهم وإنما هو من عند الله إن الله يأمركم ما قال إني آمركم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوة قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين يعني لو أن موسى فعل ذلك لكان من الجاهلين ما كان يستحق الرسالة وكان يعني قد نكس يكون قد نكس عن أمر الله وخالف مراده قالوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فلما أرأوا ذلك قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي قل لنا هذه البقرة كبيرة صغيرة قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر يعني ليست مسنة كبيرة ولا صغيرة وسط وسط وهذا يكفي اذبحوا بقرة لأن الأمر هنا هذه نكرة مطلق أي لأية بقرة ذبحت تحقق المقصود لكنهم ما فعلوا قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها ما اقتنعوا بما ذكره موسى قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين اللون أصفر هذا نادر ولكن اللون ناصع وساطع من نظر إليها يعجب ويسر بلونها من صفاء لونها وجماله ما اقتنعوا أيضا قالوا ادعو لنا ربك الآن يبين لنا ماهي كل هذا الذي تقدم لا نفهم منه شيئا ولا نستطيع أن ننفذ وأن نقوم بتحقيق ما طلبته منا قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون في هذه المرحلة الأخيرة قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرص مسلمة لا شيئة فيها يعني هذا اللون الأصفر الفاقع لا يخالطه لون آخر مسلمة لا شيئة فيها يعني لا يخالط لونها لون آخر فذبحوها وما كادوا يفعلون بعد كل هذه الرحلة الطويلة مع أمر الله الذي جاءهم به موسى عليه السلام وترددهم في قبوله وتأخرهم في تحقيقه ذبحوها وما كادوا يفعلون الآية تصف الحال التي كانوا عليها عند ذبح البقرة أنهم ذبحوها رغبة وذبحوها محبة وطاعة لا ذبحوها على كره ذبحوها وما كادوا يفعلون يعني تدلك الآية على أنهم ذبحوها على كره منهم لم يكن مسارعة للاستجابة فذبحوها وما كادوا يفعلون هذه الآيات أيها الإخوة وسنأتي لبيان ما تبقى في شأن هذا القتيل هذه الآيات تدل على أهمية المسارعة إلى أمر الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين مسارعة إلى الطاعة مسارعة إلى تنفيذ الأمر وتحقيق مراد الله تبارك وتعالى هذا هو دليل الطاعة ودليل العبودية الحق لله تبارك وتعالى لكن هذا التردد وهذا الشك وإطلاق هذه العبارات الوقحة التي لا تليق بالإنسان العادي فكيف بنبي من أنبياء الله وكيف بالله جل وعلى الذي أرسل رسوله وأمره بهذا الأمر ذبحوها وما كادوا يفعلون هذا أيضا يدلك على أن ربنا تبارك وتعالى مع رحمته وحكمته أراد أن يعاقبهم أراد أن يعاقبهم على ظلمهم هذا وعلى فجورهم وعلى تأخرهم في قبول أمر الله عاقبهم بماذا كما جاء في الحديث لو ذبحوا أي بقرة لكفتهم من البداية ذبحوا بقرة ذبحوا بقرة لكنهم بدأوا يشددون على أنفسهم فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم أي بقرة ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها سور الناظري وهذا نادر هذا اللون نادر فذهبوا ثم جاءوا مرة أخرى وقالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ماهي يعني لا بد من بيان النهائي حتى نستطيع أن نحقق ما أمرتنا به قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسكي الحرق يعني لا تستخدم في الزراعة ولا في الحراثة ولا في سقي الماء مسلمة اللاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق قالوا الآن جئت بالحق وانظروا إلى قبح هذه العبارة الآن جئت بالحق يعني هذا هو الحق وأما ما عدا ما سبقه من أمر الله لهم بذبح البقرة من بيان لو نهاء هذا كله في نظرهم ليس حقا هذا ليس من الحق ولا يمكن قبوله ولا يمكن العمل به إنما في هذه الآية قالوا الآن جئت بالحق عندما ربطوا الحق بهذه الآنية هذا يعني أنهم فيما سبق كانوا يرون أن هذه المطالب ليست من الحق في شيء وهذا مخالفة صريحة وظاهرة لأمر الله تبارك وتعالى ففي النهاية قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي يعني بين لنا بيانا شافيا في شأن هذه البقرة قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسكي الحرص مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كدوا يفعلون تذكر بعض الروايات أنهم ذهبوا يبحثون عن هذه البقرة فما وجدوها إلا عند يتيم هذه البقرة فاشتروها بوزنها ذهبا اشتروا البقرة هذه بوزنها ذهبا ولو أنهم سارعوا من البداية إلى ذبح أي بقرة لكفتهم هذه لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليه وهذا أيضا فيه عبرة وعظة للمؤمنين أن لا يكونوا مثلهم أن لا يكثروا من التشكك وأن لا يكثروا من السؤال إن الله ينهاكم عن كثرة السؤال وعن قيل وقال يعني التشديد والسؤال ويعني محاولة استجلاب التكليف الشاق وأن يشق الإنسان على نفسه وأن يشق على غيره هذا ليس من هدي الشرع هذا ليس من هدي الشرع ولذلك في حجة الوداع حجة الوداع التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون معه جاءه رجل فسأله قال يا رسول الله الحج لعامنا هذا أم للأبد يعني هل يجب علينا في كل سنة أن نحج أو يكفينا هذا الحج فسكت النبي عليه الصلاة والسلام سكت النبي حتى أعادها ثلاثا هذا أعرابي يكرر عليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم لو قلت نعم يعني أن الحج للأبد لوجب عليكم أن تحجوا أبدا ولما استطعتم ذروني ما تركتكم النبي عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك من كان قبلهم قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم هؤلاء هلكوا بكثرة السؤال والتشديد والتنقير فلذلك الإنسان والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم المسارعة إلى أمر الله وعدم البحث عن الأمور الدقيقة التي يغني غيرها عنها مسارعة والله سبحانه وتعالى ما جعل هذه الشريعة مشقة على الأمة ورفع الحرج عنهم ما جعل عليكم في الدين من حرج فالإنسان الذي يدخل في هذا الباب ويظل يدقق وينقر هذا يشق على نفسه ويدخل الحرج والمشقة على غيره وهذا ليس من هدي الشرع فهؤلاء الله سبحانه وتعالى جعلهم مثلاً وعبرة للمؤمنين في كل زمان ومكان أن يسارعوا ويبادروا إلى أمر الله من غير دخول في هذه التفصيلات وفي هذه التشقيقات التي لا تجلب إلا العنت وعليهم أن يثقوا ويؤمنوا لأن الإيمان برسالة الرسول ركن من أركان الإيمان ركن من أركان الإيمان عندنا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره هذه الأركان الستة فالإيمان بالرسل يعني التصديق ولذلك يقول العلماء يعني ما معنى الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام قالوا تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر فإذا لم تصدق ابتداء وإذا لم تؤمن فلا استمعوا بمؤمن برسالة النبي عليه الصلاة والسلام هذا كله توجيه للمؤمنين انتهى موسى عليه الصلاة والسلام ومات وجاء بعده عيسى ومات وذهب إلى ربه رفعه الله سبحانه وتعالى جاءت رسالة محمد عليه الصلاة والسلام فهذا توجيه لمن للمؤمنين لأمة محمد عليه الصلاة والسلام ألا يسلكوا سبيل هؤلاء وهذه الأمثال عبر الله سبحانه وتعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون لا تكون مثل هؤلاء الذين ظلوا فكتب الله سبحانه وتعالى عليهم اللعن لأنهم أفسدوا في دين الله وحرفوا وغيروا وبدلوا نعم بعد ذلك موسى عليه السلام بيّن لهم الحكمة من ذبح هذه البقرة الآن لا زالت المسألة قائمة بينهم هذه تهمة القتل من هو الذي قتل هذا الرجل لا زال الخصام لا زال النزاع وقد يؤدي ذلك إلى فتنة كبرى أن يقوم أولياء المقتول القتيل هذا فيأتدون على من وجدوا الجثة بجواره فيقتلونهم أو يجرحونهم أو تحصل نزاعات كبيرة بينناس فالله أمر موسى قلنا ضربوه ببعضها قدوا جزءا من أجزاء هذه البقرة فاضربوه هذا الميت فضربوه به فأحياه الله سبحانه وتعالى بهذا هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى جل وتعالى وتنزه عن العبث أمرهم أن يضربوا هذا الميت بجزء من البقرة فلما ضربوه بجزء من البقرة عاد إلى الحياة وأخبر بمن قتله فانتهت المشكلة قلنا ضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويبين لكم عياته فأحياه الله فأخبر بمن قتله وتبين الأمر انتهت التهمة هذه وانتهت هذه الشبهة عندنا في شريعتنا في شريعة الإسلامية ما في إحياء للموت مرة أخرى وأننا نذبح بقرة إذا حصلت حادثة مثل هذه كيف يحصل كيف العمل في أمثال هذه الأمور يعني لو وجد قتيل بين حيين بين قبيلتين عند دار رجل بينه وبينه خصومة أو كذا كيف يعمل هل نظرا لقرب هذا القتيل من إحدى القبيلتين أو إحدى الدائرتين أو المكانين نحكم بأن هؤلاء الذين قتلوا هذا الذي قتل عمه في قصة بني إسرائيل ألقى به عند باب أناس ما لهم ذنب فلا نستطيع إذن أن نحمل الأمور ما لا تحتمل في شريعتنا وجد حل لهذا النبي عليه السلام بينه الحل في مثل هذه الأمور عندنا في شريعتنا في حكم اسمه القسامة القسامة ما معنى القسامة القسامة أيمان من القسم أيمان لكنها أيمان مخصوصة أيمان مخصوصة خمسون يمينا هكذا النبي عليه السلام بينه خمسون يمينا يحلف ها أولياء المقتول أن هؤلاء هم الذين قتلوا فيستحقون القودة أو الدية بناء على هذا أو أن يحلف هؤلاء المتهمون خمسون يمينا أننا ما قتلنا أننا ما قتلنا فيبرؤون طيب لو كان الخمسون كيف توزع الأيمان هذه خمسون يمينا هذه تحتاج إلى خمسين رجلا النساء لا يصلحن في هذا في أمور القود والجنايات شهادة النساء لا تقبل هنا يحلفون خمسين يمينا لو كان أولياء الدم مثلا أربعة أو عشرة كيف يحلفون خمسين يمينا توزع الأيمان عليهم بحسب عددهم يعني إذا كانوا عشرة يحلف كل واحد كم خمسة أيمان خمسة أيمان حل هذا الإشكال حل هذا الإشكال فهذه هي القسامة القسامة وهذه حصلت عندما ذهب بعض الصحابة أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر إلى اليهود في خيبر فغدر بأحدهم موجد مقتولا فجاءوا شكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال تحلفون خمسين يمينا أن يهود قتلته قالوا ما رأيناهم يا رسول الله كيف نحلف هذا من الورع ما قالوا إن اليهود أعداء ولذلك نحلف لا قالوا ما رأينا كيف نحلف قال تحلف لكم يهود قالوا هؤلاء ليسوا مسلمين كيف نقبل أيمانهم فالنبي عليه الصلاة والسلام وداه من بيت المال هذه الأحوال التي يتعذر فيها إسناد التهمة إلى شخص بعينه تهمة القتل يكون الضمان هذا تكون الدية في بيت مال المسلمين لأنه لا يخلو لا تخلو نفس من قصاص أو قود في الإسلام إذا لم يوجد القاتل فالدية في بيت مال المسلمين بيت مال المسلمين هذا يعني ولي من لا ولي له فتكون الدية في بيت مال المسلمين فهذه القسامة القسامة لكن القسامة لها شروط لا بأس أن نذكرها بعضها القسامة هذه لا يمكن أن تقوم بدون دليل لو عندنا دليل يقيني انتهى الأمر لا نحتاج إلى قسامة لكن القسامة يشترط كما يقول العلماء يشترط فيها وجود اللوث اللوث ما معنى اللوث قرينة غير قاطعة قرينة قرينة هي الأمر المصاحب الذي يستدل به على الشيء هذه القرينة إذا وجدت حينئذ يمكن أن نجري القسامة لكن بدون أن توجد القرينة يعني لو وجد رجل في الصحراء بعيدا عن كل أحد لا يمكن حينئذ أن نذهب ونتهم به أناسا ليس بينه وبينهم صلة ولا عداوة ولا منازعة ما يمكن فلذلك لا بد من وجود هذه القرينة هذه القرينة لوثي سمونها لأنها قرينة ضعيفة لكنها أدنى دليل هي موجودة في هذا الباب فتتقوى بالأيمان هذه أيمان القسامة التي ذكرناها لا بد من وجود هذه القرينة والقرائن لها اعتبار في الشراء بعض القرائن قطعية في حكم الدليل دليل قطع لا يحتاج يعني عندنا مثلا الصغر الصغر هذا دليل على عدم التكليف فلو أن صبيا الآن ما صلى ورفع الأمر للقضاء المسألة ما تحتاج الآن إلى إثبات لأن صغره هذا دليل يقيني على ماذا على أنه غير مكلف فلا يقام عليها حد ولا يؤخذ بجناية واضح هذا لكن فيه بعض القرائن فيها شبهة قرائن ظنية ومعنى كونها ظنية أن فيها نوع قوة لكنها لم تصل إلى حد اليقين لم تصل إلى حد اليقين كما لو وجد قتيل كما قلنا بين حيين بين حيين أو قريبا من أناس بينهم وبينه عداوة هذه قرينة ويعمل بها في القضاء لكنها كما يقولون قرينة تقبل إثبات العكس يعني لو أثبتوا بدليل معين أن هذا ليس الفعل منهم ينتفي الأمر فيه قرينة من نوع ثالث قراء موهومة ما معنى موهومة يعني قراء واهية ضعيفة مثل ماذا في القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى لها مثلا في قصة يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام عندما تآمر إخوته على عليه اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين فألقوه في بعد أن استأذنوا والدهم تردد أبوهم أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون كأنه فأخذوه لماذا لماذا الله سبحانه تعالى جاءوا على قميصه بدم كذب أين الدليل على كذب هذا الدم الدليل أنهم قالوا إنه أكله الذئب هل يعقل أن الذئب يأكله ولا يمزق قميصه ويأتي القميص سليما لا شيء فيه إنما فيه نقط من الدم يعني هذا الدليل على كذب هذا الأمر وأنه لا يقبل الدم قرينة الدم قرينة على القتل لكن هذا الحال الذي ذكر فيه ذكرت فيه القرينة يعني ينفي وقوعها ينفي أن يكون الذئب أكله لأنه لو أكله الذئب مزق ثيابه ومزق جسده لكن ما دام الثياب سليمة كيف يمكن أن يكون هذا الدم من دم يوسف ولذلك قال الله وجاء على قميصه بدم كذب هذا استطراد الحقيقة لنبين أن هذه الحالة كيف عولجت حالة هذا الرجل الذي قتل وأمر الله ما أمرهم الله أن يضربوا بدنه ببعض أجزاء هذه البقرة فعاد حيا عندنا القسامة يعني حلت هذا الأمر الحمد لله في كتاب الله الكريم وفي هذه السورة المباركة سورة البقرة ذكر إحياء الله للموت في أربع آيات وفي موت آخر أيضا ذكره منها أولا قوله تبارك وتعالى فيما تقدم معنا الله الله سبحانه وتعالى عندما يعني قضى على بني إسرائيل بالموت لأنهم يعني عصوا معصية كبيرة فأماتهم الله سبحانه وتعالى ثم أحياهم أحياهم القصة الثانية هي قصة هؤلاء هذا القتيل من بني إسرائيل أن الله سبحانه وتعالى أحياه بعد أن ضرب ببعض أجزاء البقرة القصة الثالثة هي قصة الرجل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وقال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروشها قال أن لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال لبن لبث مئة عام إلى آخر العالم والموطن الرابع هو ما حصل مع إبراهيم عليه السلام هذا كله في سورة البقرة قال ربي أرني كيف تحيي الموت إبراهيم عليه السلام قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فاخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز الحكيم فأحيى الله هذه الطيور مرة أخرى لإبراهيم يعني دلالة على قدرته سبحانه وتعالى وأن الأمر لا يحتاج أكثر من أن الله سبحانه وتعالى يقول كن فيكون فهذه هي قصة بقرة بني إسرائيل وهذه هي العبرة التي يجب أن يتنبه لها المسلمون الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر لنا قصة هؤلاء القوم وقصة هذا القتيل والحكمة من ذبح البقرة أنها من أجل أن إحياء الموتى للدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى نعم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك يعني بعد هذه الآية الظاهرة إحياء الميت هذا ونطقه وبيانه شأن من قتله من هو الذي قتله أبعد هذه الآية يحتاج الإنسان المؤمن إلى مزيد من التثبت ومزيد من أدلة الإيمان واليقين لا خلاص هذه يعني كافية لهم أن يسكتوا وأن يقبلوا وأن يستجيبوا لأمر الله وأن يستكينوا لهم لكن لهم عادوا إلى ما كانوا عليه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك قسوة القلوب هذه والعياذ بالله مدعاه لمخالفة أمر الله لتحريف شرع الله لفعل كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة الحجارة هذه صماء هذه الحجارة تشبيه القلب قلب قلب الآدم هذا هذا العضو هذه المضغة اللينة تشبيهها في القساوة بالحجر هذا الأصم هذا دليل على أن هذا القلب مغلف لا يقبل هديا ولا يستنير برشد والعياذ بالله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة لماذا يعني الله سبحانه وتعالى فضل الحجارة هنا على قلوب هؤلاء قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار من الحجارة تتشق يعني ينبع منها الماء وذكرنا في الدرس الماضي يعني في قوله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه إثنتا عشرة عين وإن منها لما يشقق يعني تحصل فيه صدوع فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله يتدحرج الحجر من أعلى الجبل إلى أسفله من خشية الله وهذه كلها مخلوقات تعبد الله وتطيعه وتسبحه حتى هذه الجمادات حتى هذه الجمادات وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم حتى هذه الجمادات حتى هذه الحجارة هي ألين بالمقارنة من قلوب بني إسرائيل لأن هذه الحجارة فيها فوائد كثيرة أولا هي تسبح الله وتطيعه ولا تعصيه والأمر الثاني أن منها ما يتفجر منه النهار ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء فلين تتصدع فيخرج منها الماء لكن هذه القلوب والعياذ بالله أقسى من الحجارة وما الله بغافل وما الله بغافل عما تعملون يعني هذا غاية الخسران والبوار والعياذ بالله أنهم يخالفون أمر الله وأنهم لا يقتنعون بالآيات ولو أخذنا قصتهم مع موسى عليه السلام منذ أن أنجاهم الله من فرعون وقومه البحر أنجاهم الله شق لهم البحر فأنجاهم وأغرق آل فرعون وهم ينظرون ومجرد أن خرجوا مروا على قوم يعبدون مروا على قوم على أصنام لهم يعقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إله كما لهم آله قال لهم ادخلوا هذه القرية قالوا إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قائد ورفعنا فوقهم الطورة بميثاقهم وضرب الله عليهم اتيه لكن في كل مرة الله سبحانه وتعالى يتجاوز ويأفو عنهم ولا يستجيبون لشيء تأتي هذه القصة يعني في سياق نفسه ليست أمرا غريبا على حالهم ولا على سلوكهم ولا على نفسياتهم أنهم يفعلون هذا انظروا ماذا فعلوا مع موسى عندما بدأهم بأمر ذبح البقرة وفي النهاية يقولون الآن جئت بالحق كأن تلك الأمور ليست من الحق وليست من أمر الله ثم بعد هذا بعد أن انكشف الحال هذه المعجزة الكبرى التي ظهرت أمامهم على يد موسى عليه السلام بإحياء الميت ومع ذلك يعودون إلى ما كانوا عليه والله سبحانه وتعالى يقول وهو الصادق ربنا تبارك وتعالى يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة لماذا قال لأن من الحجارة ما يتفجر منه النهار ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء ومنها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون مع ذلك كل شيء تعملونه في علم الله لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى هذا كله أيها الإخوة ذلالة يسوقها الله سبحانه وتعالى لنا من حال هذه الأمة وإن كان قد حكم عليها ولعنها لكن هذا فيه تنبيه لمن لهذه الأمة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام يجتلبوا هذه المخازي آمنوا برسول الله لا بد أن يطيعوه قل أطيعوا الله والرسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون كل شيء يأمركم به النبي عليه الصلاة والسلام خذوه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اتقوا الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح إن ما أمر به رسول الله مثل ما أمر الله به كله وحي من عند الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا الالتزام به والعمل بطاعة ربنا واتباع شرع نبينا صلى الله عليه وسلم وأن لا يسلك بنا سبيل هؤلاء القوم الضالين الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وأوجب عليهم العذاب بسبب صنيعهم وبسبب ضلالهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزيهم وأن يخرجهم من ديار المسلمين ومن هذه البلدة الطيبة المباركة وأن ينصر إخواننا المسلمين في هذه البلاد في بلاد فلسطين عليهم نصرا مؤزرا وأن يجعل نصره زيادة وتقوية في إيمان عباده المؤمنين نسأله سبحانه وتعالى وندعوه أن ينجز وعده وأن يحقق نصره إنه على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر